من جهتها قالت وزيرة خارجية النرويج أن المباحثات قد تترقت إلى عدد من المواضيع منها مؤتمر كوب 27 المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيق هذا العام كما أكدت وزيرة خارجية النرويج تقدير بلادها لجهود الدولة المصرية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي تحدثت مع وزير الخارجية المصري وناقشنا عدة مواضيع منها مؤتمر كوب 27 وأيضا أمور اقتصادية أخرى وأيضا ناقشنا الموضوع الخاص بأوكرانيا والأمور خاصة بحقوق الإنسان اليوم وقعنا عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتقددة مملكة النرويج على الرغم أنها في شمال أوروبا فإنها تولي اهتماما كبيرة بهذه المنطقة من العالم